إذا قيل لك ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فقل إن أعظم ما يُوعِظ القلوب وإن أعظم ما يُذكِّر بالآخرة هو القرآن وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ولذلك لما كانت القيامة تقوم في يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرًا ما يقرأ سورة قاف على المنبر كما عند مسلم تذكيرًا للناس بذلك اليوم بل إن في آخر هذه السورة فذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد بل في صيح مسلم كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم بالسجدة وبالإنسان في فجر يوم الجمعة لأنهما تُذكِّران بيوم القيامة بل من جعل اليوم الآخر نُصبَ عينيه فإنه ينتفع بالقرآن لدلالة هذه الآية